نشر المركز الإعلامي والمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسوما توضيحية تصلط الضوء على الاستراتيجيات وموادرات الدولة لدعم الفلاح المصري التي أتت ثمارها في إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي الواحد والسبعين ورصد التقرير رؤية الدولية التي تعكس جهود الدولة المصرية في دعم الفلاح حيث ذكرت منظمة الأغذية وزراعة للأمم المتحدة الفاو أن الحكومة المصرية تعمل على تزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة ومن جانبه أشهد صندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساهمة جهود مصر في أنظمة الإنضار المبكر واستخدام الآلات الزراعية في جعل المزارعين أكثر استعدادا لمواجهة تأثير تغير المناخ اشتركوا في القناة اكد وزير المالية محمد معيت أن البنك الأسيوي له أهمية كبرى للمساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية بالقارة الإفريقية جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كارم جبر بحضور وزير المالية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا وأوضح وزير المالية أن مصر سددت 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحق عليها خلال العامين الماليين 2021-2022-2023 مشيرا إلى أنهم أكثر عامين مر فيهما العالم بتحدي اقتصادي كما أكد وزير المالية أن انضمام القاهرة إلى بريكس من شأنه أن يعزز الاستثمارات الدول الأعضاء في مصر واضحا أن البنية التحتية في مجال المواني تشهد تطورا كبيرا وأن تلك التطوير وذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالمواني يعني العالم بيعاد تشكيله اقتصاديا وسياسيا من جديد ومصر موجودة بقوة في كل المحافل الدولية سواء في البريكس وسيادة الرئيس بيحضر اجتماعات مجموعة العشرين وقادي اجتماعات البنك الأسيوي دي فريدة من نوحة معالي الوزير أعطانا صورة متفائلة للاستثمارات في السنوات القادمة وفيه أمل كبير جدا أننا نكتاز كل هذه الصعوبات لأن الدولة اللي قدرت تعبر مشاكل وأزمات وتحديات كبيرة جدا بعد يناير قادرة بإذن الله أنها تتجاوز هذا الأمر وتخرج إلى بر الأمان أنا عقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي الاستثمار في البنية التحتية وقلنا أن البنك عنده 106 عضو رأس ماله 100 مليار دولار ومصر من الأعضاء المؤسسين في هذا البنك يعني من الدول الإقليمية بالنسبة للبنك من حيث التأسيس ومن حيث التمويل وبرغم أنها دولة في قارة أفريقيا ويعني لها حصة في رأس المال بـ 650 مليون دولار البنك عمل اجتماعاته السنوية حضوريا فعليا قبل كده في ثلاث دول في العالم الهند والصين وبروكسل فدي أول مرة في القارة الأفريقية يعقدها في مصر أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع تقدر بـ 13.7% وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 في حين بلغت قيمة الوردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال نفس العام في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياته خلال عشرة أشهر ويأتي صعود النفط رغم قوة مؤشر الدولار الأمريكي وزدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 90.65% للبرميل بنسبة تصل إلى 3.14% كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.8% لتصل إلى 87.51% للبرميل هذا وارتفعت أسعار المزودة عالميا بنسبة 15.100% لتصل إلى 3.3 دولار للتر هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 39.100% لتسجل 62.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكد مدير إدارة أسيا بالخارجية الروسية جورجي زينوبيوف إلغاء سياسة الدولارة بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين ونقلت وسائل إعلام عن الدبلوماسي الروسي قوله أن حصة العملات الوطنية في التسويات الروسية الصينية نمت بوتيرة سريعة جداً مع حلول عام 2022 حيث كانت تبلغ حوالي 25% قبل أن تتجاوز حالياً نسبة 80% منوهاً بأن الأطراف الاقتصادية الروسية الصينية ابتعدت بشكل كبير عن عملات الدول الغربية اشتركوا في القناة